دكتور عمر تصميمك أنا ما فهمتش أنت بتعمل إيه كومنت ده قاتل الفهمت بعدها بتعمل كل حاجة بتاع أه أنت بتعمل إيه إحنا منصة تصميم جرافيك لغير المحترفين أي حد يقدر يخش بنفسه على بلاتفورما عندنا يعمل تصميم جرافيك حسب احتياجه سوشيال ميديا، لوجو، بيزنس كارب، مينيو مع طريق دراجة ندروب بكل بساطة طيب عدوي؟ تصميمك أنا سؤالي، علشان أقدر أطلع الدزاين ده فعلاً أنا محتاج كامساة يعني هتغل الدقيقة، أو هتعلم الـ الـ دقيقة دي عشان أقدر أطلع الدزاين إحنا عاملين شورت فيديوز مش بتزيد عن مدة دقيقة للفيتشرز الأساسيّه عشان خاطر تتطاق لو مش عرف تعملها بسرعة، بس في العادي، ممكن في خمس دقائق تكون عملت الدزاين بتاعك دينا يالله مشين، أنت بتقول عندك خمس تلاف فريلانسر بس عندك بس مئة وخمسين عميل طبق الأربعة تلاف بيعملوا إيه؟ لا أفوا أنا عندي خمس تلاف فريلانسر سجلوا أنا أول ببدأت البروجيكت كان على ثري فايزز أول فايز مرحاتي بريباريشن ودي كنا بنستقطب فيها الفريلانسر الممتهنين الحرفيين يعني في مجال الديجيطال ماركتينج في السيكس فيلزة حين نتكلم فيهم قعدنا مستيير بنعمل سورسنج وصورتنج للفريلانسر دول فعندي خمس تلاف فريلانسر مقدم خدمة احترافي للديجيطال ماركتينج فتحت للإمبليورز أو للبزنسز من أقل مصد 9 شهور في خلال التسعة شهور دول قدرنا أن نبقى عندنا 100 حاجة 20 أمبليور كم أوردر حصل في خلال التسعة شهور؟ في خلال التسعة شهور عندنا 250 ريجستريشن طلع منهم 150 أوردر اشترى وتم تسليم 120-130 وفي حوالي 120 أوردر في التسعة شهور؟ في التسعة شهور يس التركشن ممكن يكون ضعيف شوية بس ده لي أسبابه ممكن يكلم فيه هل محتاجين أي سؤال تاني لاستيضاع قبل ما يتم إقصاء واحد من الـ؟ تمام؟ تمام لا ممتطف اشتركوا في القناة